لكن يعني في تعثر في الأسباع الأخيرة ومنها التعادل الهزيمة الأخيرة من بلدية المحلة 4-2 فالمقولين عنده الأهلي يوم 4 عنده الإسماعيلي يوم 13 وحيختتم مبارياته مع الجونة يوم 17 أغسطس إن شاء الله والجونة هي اللي في المركز 13 برسل 33 نقطة خليني أقول معاك أن الإسماعيلي المقولين ياخد 9 نقاط من الثلاث مباريات خليه فاس في الثلاث مباريات اللي بقيين يبقى 25 وخمسة قد 30 واربعة 34 لأنا يعني بدي معاك مثال بعيد شويتين بعيد قوي لأنه قلت لك مباريات الأهلي على وجه الخصوص صعب جدا إن الأهلي يفرد في نقطة منا لكن ده موقف المقولين فوق المقولين أحد الأندية الجماهرية اللي كانت في يوم من الأيام الحصان الأسود ومعاها مجلس إدارة على أعلى مستوى وجهاز فني تم تغييره مؤخرا بوجود كابتن ميكي واحد من اللي حافظ على حرس الحدود في الدور المحترفين وصعد به إلى الدور الممتاز المقولين البلدية لعب 32 مباراة عنده 27 نقطة البلدية متبقيله مين؟ متبقيله مباراة 2 الجونة يوم 13 أغسطس وبعد كده إزا مالك حيختم لقاءاته مع البلدية يوم 17 أغسطس فالبلدية برضو في موقف صعب لكن كل حاجة في القورة موجودة وما فيش حاجة اسمها يأس ولا مستحيل إلا مع صافرة الحكم في آخر ديئة من عمر مباراتك قادر أقول إن انت تستنى أو إن انت هبط فنداء للمقولين البلدية اتمسكوا بأي فرصة موجودة معاكوا دلوقتي لغاية الرمق الأخير خلي الأمل موجود طائط نور لو حتى من خرم إبرة اتمسك بيها وامشي وراها لغاية النهاية لأن الفريتين فرق يعني البلدية ياما أمتعنا بأجيال كلنا فاكرنا عمارة وياسر ردوان وأكرم عبد المجيد والنني وأشرف إنجلش وطريق غيدة واحمد فاروق أسماء كبيرة جدا وسامة حامد مش عاوز أقول حد وانسى حد والمقاولين العرب حتقول مين حتقول من بيل أنطوان والراحل ناصر محمد علي والدكتورة عالي شحاتة رحمة الله عليه والكابتن شيشيني وكابتن علاء نبيل وكابتن علاء نوح وكابتن جمال سالم إيه ده؟ ده كانت تاريخ كبير جدا في الكرة المصرية نادي المقاولين العرب فده موقف الفريتين الاتنين عندي بعد كده فارقه لعب اثنين وثلاثين مباراة عنده واحد وثلاثين نقطة فارقه عنده ماتشين مع البنك الاهلي ومع امبي البنك الاهلي خلاص موجود في الدولة وده من بقاوله تماما وأيضا نادي امبي اللي موجود في المقدمة وبالتالي الماتشين برضو مستهلين إن البنك الاهلي فرقة محترمة وامبي أكثر أيضا احتراما وبالتالي المباراة كلها صعبة للفرق دي الاسماعيلي بقى لعب اثنين وثلاثين مباراة عنده اثنين وثلاثين نقطة عنده مباراة مع المقاولين صراع الهبوط مباراة دي بستة نقاط زي ما كنا عارفين ومع اسموحة مباراته الأخيرة عنده مباراة على أرض مع المولي العرب ومع اسموحة المباراة الأخيرة عموما بتمنى التوفيق للجميع واتمنى إن الأندية الجماهرية اللي موجودة في جدل المسابقة يعني ألاقيها موجودة على طول لأن القرى للجماهير والأندية الشعبية والأندية الجماهرية لما بتكون موجودة بتدي زخم وبتدي طعم وبتدي لون للدوري العام ولكل الدوريات وتمنى التوفيق للجميع ده فيما يخص الدوري العام طيب ترجمة نانسي قنقر